السلام عليكم أصدقائي إذن خيبت أمل جديد للجماهير السورية أو لمنتخبنا الوطني الأردن يتفوق على منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء بداية فيديو اليوم مبروك لمنتخب الأردن مبروك للنشامي مبروك لمنتخب الأردن هارد لك لمنتخبنا يعني بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية أمام الأردن لا ناشئين ولا شباب ولا أولمبي ولا حتى سيدات ولا حتى رجال اليوم عم نقدر نتفوق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على منتخباتنا الوطنية قبل بداية المباراة حكيت أنا بالفيديو أنه هاي بطولة وديية هاي بطولة استعدادية لبطولة آسيا القادمة للرجال وبروفو رح تكون لحسام السيد مدرب منتخبنا الوطنية إنما للأمانة أنا شفت نسخة طبق الأصل عن منتخب نزار محروس نسخة طبق الأصل عن منتخب نزار محروس طبت شيلة ما في كرة على الأرض شوط أول كارثة لمنتخبنا شوط أول كنا عم نطلع فيه متأخرين بهدفين مقابل لشيء ولولا الكرة التي التي تقلق فيها أحمد بدني كانت مباراة أو شوط الأول بس ممكن ينتهي من أربع إلى خمسة أهداف والكرة الوحيدة تخيل يعني أنا لأ مشان ما نشرح كثير بالشوط الأول رح أطيك الخلاصة الكرة الوحيدة من أصل 45 ديال اللي كنا عم نوصل فيها لمرمى المنتخب الأردني كان أسست من حارس المرمى أحمد بدني كرة طويلة عم توصل للمواس مواسع يفرد بالحارس عم يهدر الكرة تخيل بخمسة وأربعين ديال المرة الوحيدة اللي وصلت لمرمى الخصم لمرمى المنتخب الأردني من أسستنا الحارس هذا بالأخص ضعف منتخبنا الوطني أنت للأسف اليوم ما عم تحضر كرت قدم وهذا اللي كنا عم نطالب فيه عم نقول أنا حكيت أنا بتمني أنه نشوف كرت قدم مع حسام السيد وما عنا مشكلة ممن كان المدرب لو كان وطني بس بعد المباراة يلي حضرت اليوم للأمانة نحو وصلنا لقناعة المدرب الوطني لا ينفع لمنتخباتنا الوطنية نقطة انتهى مدرب الوطني لمجرد يكون مدرب بدي يحطر لك عمر ميدانة عمر ميدانة شو عم يعمل اليوم عمر ميدانة ما بعرف يعني هو كان معنا ولا ضدنا يعني عمر ميدانة اليوم كان مع منتخبنا أم مع منتخب الأردني إذا بنرجع لتشكيلة منتخبنا واللاعبين اللي عم يلعبوا أنا تفاجأت بمستوى سعد أحمد الأمانة اتفاجأتين كمانو بيوم اللاعب أنا سبب وحكيت بحد الفيديوهات أنه سعد أحمد من أفضل أو أفضل مدافع في سوريا إنما اليوم خطأين الخطأ الأول الهدف الأول كنا عم نتلقى يعني خطأ بتشتيت الكرة مبدئيات كرة القدم أن الكرة مو هيك بتتشتب ترتطن بسائر كرومة يعني للأسف والهدف التاني بقلبي 16 اللاعب منتخب أردني كان عم راوغ 4-5 لاعبين عم تسدد الكرة عم ترتطن بقدم سعد أحمد عم تصير جول يعني الهدف فين أخطاء دفاعية وناهك عن الأخطاء الدفاعية منتخبنا سيئ ناهك عن الأخطاء الدفاعية دفاع نتائه أنت اليوم عم تلعب دائماً نحن منتخباتنا الوطنية ما بعرف ليش حضار المنتخب الأردني الكرة ما بتوصل لأحمد مدني إلا ما تكون الكرة ملامسة إلى 11 لاعب طب أنت حاول تهجم أو تطلع بهجم على المنتخب الأردني أنت لمجرد بالسومة أو للمواس أو لاعبين منتخبنا الريحاني لتوصل لأخطة 16 بتشوف ثلاث مدافعين عفواً ثلاث مدافعين من منتخب الأردني أو أربعة إلا عنا ست مدافعين ست مدافعين لابسين لون الأبيض من منتخبنا بقلبة 16 بس عالفاضة بدون أي فائدة لمجرد تكتل دفاعي بس يعني إنما مدافع أو عفواً مهاجم من منتخب الأردن بقدر تلعب بالست مدافعين اليوم الأداء سيء اليوم الأداء طب تشيلها ببساطة اليوم الأداء طب تشيلها رجعنا إلى منتخب نزار محروس أب حامد سبق نبهنا على هذا الشيء فيمكن وصلنا لخلاصة بتمنى اتحاد كرة قدم يوم صراحة لمضاء يكون عم يحضر مباراة وأكيد عم يحضرها إنه خلص نحن بدنا كادر أجنبي لحد هنا بس أنت اليوم ما نك مطالب بالفوز بكل تأكيد لا أنت اليوم ما نك مطالب بالفوز لأ أنت مطالب بأداء مطالب بأداء نفس الأداء اللي قدموا اليوم المنتخب الأردني اليوم المنتخب الأردني أداء ونديتي يعني أنا للأمانة عم تحضر منتخب متضور وآخر خمس دايوات نحن كنا عم نحاول إنه نسجل هدف التقليص أو هدف الشرف كان حارس منتخب الأردني عم يتقلق ما شاء الله يعني الحارس عم يتقلق والثومة عم يزودها يعني السومة كرة فاء المرمى فاضي المرمى فاضي عم يشوط على العرضة أنا استغرب من عمر السومة كان عم يهدر من فرستين إلى ثلاثة آخر خمس دايو المرمى فاضي كان عم يشوط بالعرضة كرة تانية عم يتجاوز الحارس كان عم يشوط أبرات القول يعني عدم تركيز من عمر السومة إذا منرجع للعبين منتخبنا الوطني أحمد بدني بحراسة المرمى ساعد أحمد الغير موفق اليوم أبدا أبدا عمر ميداني ما بعرفه معنا أو علينا عبد الرحمن ويست وقعت منه الأفضل إنما كان عم يحاول إيجاري لعبين منتخب الأردني أنت بس تكون كظاهير أو كباق مدافع إنك تواجه فريق متكامل عم يتنقل القرات فبكل تأكيد أنت رح تكون المهمة عليك صعبي سائر كروما محمود المواس محمد مرمور حسام عايش حسام عايش بالشوت الأول لاعب سريع لاعب مهارة إنما ما نسجم أبدا مع منتخبنا الوطني إنما لاعب مهوب لمستقبل الكرة السورية حسام عايش سيكون جيد محمد ريحاني للأماني إذا بدي صنف لاعبين منتخبنا الوطني وإحكي عن محمد ريحاني مع المنتخب بمباراة لهم هو أفضل السيئين حلوة أفضل السيئين أفضل السيئين يعني أفضل لاعب كان بمنتخبنا محمد ريحاني للأماني عمر جنيات عمر السومة أنا استغربت الشوطاني أنا وقت بدي نزل محمد ريحاني للأماني العمار مناف رمضان الزاد الطين بلي دغول بلالة حلبونة وإصابة خمس داية تعرض لإصابة أعتقد أنه إصابته قوي كهنا عم تألم وشفنا عم يطلع من ملعب حاططله تلجع على ركبته بتمنى بتمنى بس بعتقد الإصابة صعبة عليه بتمنى أنه تكون إصابة طفيفة إن شاء الله بلالة حلبونة بالسلامات يا رب ما لحقنا ننبسط باللاعب يعني أنا ما بفهم بيكون عندك لاعب بقوة بدنية وشفنا نزل بالخمس داية كان عم يقطع أكتر من الكرة كان عم يبني الهجمات من منطقة الدفاع ليش حاططوا عسكور لبلالة حلبونة وحاطل عمرو ميدانة لطول المباراة بس عم شتت الكرات عم شتتها بالعكس عمر مانا النهاية اليوم لا حضرنا كرة قدم ولا صوت ولا صورة مثل ما بنحكي دائما خيبة أمل جديدة يعني نحن عم استعد لبطولة كأس آسيا الأمانة بهيك أداء بكأس آسيا 2023 انت رح تتبه دعا بشرك بهيك أداء ما في ما حضرت بالتسعين دقيقة يمكن أكتر شيء لمنتخبنا كرتين كانت بص تالتي أوت أو تمرير خاطئة ما في تمريرتين على بعضهم بالمقابل منتخب الأردنية ما شاء الله دقوا على الخشب ما شاء الله جيبوا خشب دقوا على الخشب منتخب الأردنية جاهز جاهز لبطولة آسيا 2013 منتخب قوي الأماني بغض النظر أن تفوق علينا بهدفين مقابل لشيء إنما عمل لعب كرت قدم منتخب الأردنية اليوم عمل لعب كرت قدم إذن بالمباراة الأبلى كان عم يجمع منتخب العراقي أمام منتخب العماني كان عم تتعادلوا بهدف مقابل هدف منتخب العماني عم تفوق برقلات الترجيح إذن المباراة النهائية رح تجمع عمان والأردن منتخبنا الوطني ثالثة رابع سيواجه المنتخب العراقي نرزع بن عيد نكرر نحن لا بهمنا البطولي ولا بهمنا الفوز لأهم الأداء وهذا ما شفنا اليوم والأوضاع غير مبشرة لمنتخبنا الوطني شيء يخوف بالأداء اللي حضرته اليوم الأماني أنا حضرت ممكن برزع بن عيد بكرر بلال الحلبوني خمس داي إنما نبين لعب ممتاز الواضح إنه أفضل من عمر الميداني الواضح ما فينا نحكم عليه بخمس داية إنما كثير مركز لاعب كورتين أو ثلاثة كان عم يحاول يبني هجمي من منتصف الملعب وعمار منافر رمضان برجع بيكرة كتب تمنى أن يبلش أساسي لاعب رائع عمار منافر رمضان بالإضافة الحال الأول والأخير على حسام السيد لماذا لم تستدعي أوليفار كاسكاو تخيلوا لو موجود اليوم أوليفار كاسكاو كان تغير حال فريقنا اليوم منتخبنا بثلاث خطوط في تباعد ومع أنه نحن 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 نحقا نحن على الريحانية أفضل السيئين أو أفضل لعب بمنتخبنا الوطن كانوا نحاول لريحون يصل لекراءات إلى السومة لكن الخطوط متبعدة أيoً السومة لمجرد الاستلم المداتات إذا استلم الكراء لا في مساعدة الانناقرع حتى نحن مدoyu أولئاً خط الدفاع منتخب لحاله او خط الدفاع فريق لحاله وخط الفريق لحاله خطوا الهجوم فريق الحال ومنتخبنا مؤسم إلى ثلاث منتخبات بعكس المنتخب الأردني تماما منتخب رائع من هذا الفيديو اليوم من القلب مبروك للأشقاء الأردنية ألف مبروك للنشامي مبروك للأردن هارد لاق لمنتخبنا الوطني إذا من مباراتنا القادمة رح نعمل فيديو تاني ويحكي عنا إن شاء الله أمام المنتخب حكينا أمام منتخب العراق إن شاء الله متمنى دائما تضلوا خير لا تنسوا قناتنا من لايك كومنت في زر جرس ولا عم يحضرنا وما اشترك مانا دائما نضلوا خير السلام عليكم